دكتور نزار من موسكو يعني إيران تقدمت بطلب العضوية إلى منظمة شينجهايف في العام 2008 منذ 13 عاما رفض حينها الطلب لماذا وفقت المنظمة على العضوية الآن؟ نعم مساء الخير لك ولضيفي الكريم في حقيقة الأمر قبل أن أجيب بشكل مباشر على طبعا سؤالك يجب أن نذكر بأن عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شينجهايف يتجاوز 40% من سكان الأرض فلذلك هناك أربع دول نووية إضافة الآن إلى إيران أصبحت خمس دولة نووية في هذه المنظمة فهنا نستطيع أن نقول أن هذه المنظمة لم تعد إقليمية بل هي دولية ولها أهمية كبيرة في حفظ الأمن في المنطقة أما بالنسبة لسؤالك في حقيقة الأمر انضمام طهران أو قبولها عضوا في هذه المنظمة أعتقد سوف يزيد هذه المنظمة قوة بما لإيران من وزن في هذه المنطقة ووزن اقتصادي ووزن تجاري ووزن عسكري إضافة لأنها تلعب حقيقة دورا مهما في كثير من القضايا طبعا في التنسيق مع موسكو مع الصين مع الهند في قضايا الإرهاب المخدرات فأعتقد هذه خطوة مهمة جدا أولا لإيران ومكاسب لإيران إضافة إلى أنها مكاسب أيضا لدول التي هي أعضاء في هذه المنظمة فلا تستطيع أن تتغاضى أو تنسى أن إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة وهي تلعب دورا كبيرا في كثير من القضايا فلذلك وجود إيران في هذه المنظمة عضو أساسي أعتقد مهم جدا لكل الدول إن كانت دول المنطقة المشاركة وإن كانت أقول الأعضاء في هذه النظمة وإن كانت لأدول أخرى لأن إيران تستطيع أن تلعب دورهم في كثير من القضايا المخمة والساخنة في هذه المنطقة